طيب بسم الله الرحمن الرحيم أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله اليوم الجمعة 20 يوليو 2018 الجمعة مبروكة وبخيط عليكم يا أهل السودانيين يا زول يا زولة في كل مكان في السودان وخارج السودان الحقيقة اللايف ده قصير جدا جدا بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للسودان أقول له مرحبك في بلدك الثاني في السودان لكن دار أذكر الحكومة السودانية من الرئيس عمر البشير وكل الطاقم بتاع الحكومة إنه حلايب سودانية إنه عندنا أرض محتلة حاليا في حلايب ولا تمارس عليها السيادة السودانية وإنه سيادة الوطن وسيادة بتاعتنا في الأراضي بتاعتنا في حلايب مسلوبة ومنتهكة حاليا فالمفروض إنه كل السياسيين السودانيين كلهم من الرئيس لحد أصغر زول يوصلوا للرئيس عبدالفتاح السيسي المعلومة دي وإنه لازم تتحل الموضوع ده وتطلع على الأقوات المصرية وأي وجود مصري في حلايب الآن مش بكرة ولا بعدين وإحنا ما همنا إنه نبسط زول يعني يكون مبسوط مننا الرئيس المصري ولا الرئيس الأمريكي لا نحن بهمنا إنه نمارس سيادتنا وإنه نكون شعب عنده كرامة في أرضه وأراضينا كلها محفوظة أتمنى إنه توصلوا البتاعة الفيديو ده بيشير لكل زول لكل سوداني يا أخوانا أي سوداني مسؤول بإنه يوصل الصوت ده حلايب سودانية وأراضي لابد أن ترجع اللي حزيرة الوطن والله من وراء القصد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته